بعد أن أعلنت أنقرة أنها تستعد لشن هجوم جديد في شمال سوريا تخطط تركيا من خلال العملية إلى دمج المناطق التي شنت فيها عمليات سابقة داخل سوريا كما أكدت تركيا أن العملية ستستهدف مناطق تل رفعة ومنبج وعين العرب بهدف ربط منطقة جرابلوس بمنبج في ريف حلب الشرقي ومنطقة عفرين بتل رفعة بريف حلب الشمالي كذلك ستربط بين مناطق عملية درع الفرات بمناطق عملية نبع السلام من خلال السيطرة على عين العرب وعين عيسى منطقة تل رفعة كانت مستهدفة خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات التركية في أكتوبر لعام 2019 لكن العملية تأخرت نتيجة المفاوضات مع موسكو لوجود جنود الروس هناك ومن المرجح أن تكون وحدات وحماية الشعب الكردية أول أهداف الضربات الجوية قبل أن تبدأ العمليات البرية ومنذ عام 2016 شنت أنقرة ثلاثة عمليات في سوريا ضد الوحدات الكردية سعية منذ سنوات إلى إنشاء منطقة آمنة بعرض 30 كم على طول حدودها الجنوبية وفي حال نجحت العملية الجديدة ستسيطر تركيا بذلك على جزء من شمالي غربي سوريا ترجمة نانسي قنقر